قالت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن حملتها لتطعيم نزلائها ضد فيروس كورونا مستمرة مشيرة إلى إعطاء ألفين زيل اللقاح المضاد للفيروس بعد تسجيلهم على المنصة وأضافت بأنها ستستمر بمتابعة إعطاء النزلاء للمطعوم خلال الفترة المقبلة إلى غاية شمول كافة النزلاء بالحصول على المطعوم وذلك حسب الأولويات المتبعة من قبل الجهات المعنية ومعنا من عمان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار لقضاء أهلا وسهلا بك معنا كم بلغ عدد النزلاء الذين تم تلقيهم اللقاح لحتى اللحظة وما هي الأعداد المتوقع تلقيها اللقاح هذا اليوم صباح الخير أختروز وشكرا لك على هذا الاتصال الحقيقة بدأنا بالمرحلة السابقة لوجود اللقاح في المملكة الأردنية الهاشمية وبعدها بدء الجائحة وثم المرحلة وصوله للقاح والبدء بتوزيعه المرحلة الأولى باختصار دون الإطالة بالنسبة إلى النزلاء كانت تقتصر على الإجراءات التعقيم والوقاية الصحية اللازمة ووضح حواجز وخطوط دفاعية لعملية نقل النزلاء من مركز إلى مركز إلى حين تم السيطرة على عدم تفشي وانتشار هذا الوباء داخل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال الإجراءات الاستبات التي عملناها لنزلاء وإيجاد مجموعة مراكز متخصصة لاستقبال النزلاء الجدد للانتباه من عدم انتقال العدوى من نزلاء تم توقيفهم وهم مصابين وتم إدخالهم إلى مراكز الإصلاح فكان التعامل مع هذا الملف بالإجراءات الوقائية والتوعوية وإظهار مخاطر هذا الوباء إلى حين تعد هذه المرحلة عندما بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة وصول اللقاحات إلى المملكة الأردنية الهاشمية الآن دخل في مرحلة جديدة وهي البدء بتلقيح حيث تم مخاطبة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من قبلنا في هذه الإدارة وبالتنصيق مع مدرية الأمن العام وبتوجيه من عطوفة مدير الأمن العام بأن يتم وضع خطة لتلقي المطعوم أو إعطاء المطعوم لنزلاء مراكز الصلاح والتأهيل فكان المباشرة تقريبا من شهر أوتيحت الفرصة لنا وتم تزويدنا بالتشارك مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بدأنا بعملية إقناع النزلاء بأهمية هذا المطعوم من خلال محاضرات توعوية مستمرة ومن خلال عملية جهود مكثفة لتلقي هذا وتوزيعها حسب أعداد هذه المراكز في نواحي المملكة الأوردينية الهاشمية واستوفينا ألفين مطعوم تم إعطاءها من قبل الكوادر الطبية المختصة وكوادرنا وبشراف مباشر من المدراء المراكز الصلاح والتأهيل والآن اليوم تم التنسيق مع المركز الوطني وتم تزويدنا بثلاث ألاف مطعوم جديد إن شاء الله من اليوم سيتم إعطاها للنزلاء صار في إقبال صار في إدراك لأهمية هذه المطاعيم وضرورتها للمحافظة على هذه المناطق التي يصعب فيها عملية الفصل وعملية التباعد الاجتماعي لغاية السيطرة على هذا الفضل هل يجب أخذ موافقة السجين قبل تسجيله على منصة تلقي اللقاح اللقاح أنت عارف أنه اختياري كما هو بالمجتمع خارج يعني مراكز الصلاح والتأهيل لا نستطيع إجبار إعطاء المطعوم جبرا إلى النزيل نحن بالتفاهم وبالعلم وبالتوضيح وببيان أهمية هذه اللقاحات النزلاء شريحة نسبة كبيرة منهم مثقفين يعني في شريحة كبيرة من النزلاء مثقفين ونتعامل معهم معاملة يعني أصلا نتعامل ضمن أنسنة العمل الإصلاحي حتى نحقق الغاية من هذه المراكز الصلاح والتأهيل وهي لا تكون فقط مكان لإفراد العقوبة وتنفيذ العقوبة إنما أن نؤهلهم تأهيلا يعني مهنيا وأن يتم إصلاحهم وردعهم عن إعادة ارتكاب هذا الجرم بعد إنقضاء المدة المحددة وبالتالي أنت تتعاملين يعني النزلاء مراكز الصلاح والتأهيل في النسبة كبيرة مثقفة جدا ومطلعة جدا وكان تواجب يعني تجاوب من قبلهم من خلال الحوار معهم من قبل المدراء ومن خلال الجلوس معهم وحتى في منهم مثلا عندهم خلفيات طبية جيدة فاقتنعوا وتم إقلاعهم بذلك نعم ومن خلال أهليهم ومن خلال الزيارات والاتصالات تتم مع ذويهم اللي أصلا تلقوا العلاج ببارة فإحنا جزء من مجتمع إحنا ضمن أسوار لكننا جزء من مجتمع لا يجوز أن نغلق النزلاء وأن نبعدهم عن المجتمع المحيط الدلال ذلك أختروز أنه بيجونا في قضايا بيجونا في قضايا مذكرة التوقيف بيكون أصلا مصاب بحالة إيجابية فلذلك بنا نتعامل حتى نحد هذه البقعة مراكز الصلاة والتأهيلة جزء من هذا المجتمع وبتالي إحنا يجب أن يكون في تنسيق ما بين هذه البيئة وبيئة المجتمع الخارجي فالحمد لله صار في قناعة وصار في تجاوب وتم فعلا إعطاء الألفين لقاح هل سيتم مستقبلا فصل السجناء اللي تلقوا اللقاح عن السجناء الآخرين اللي رح يرفضوا أو اللي ما رح يسجلوا على المنصة لأخذ اللقاحات لأنه إذا في شخص واحد يعني ما أخذ اللقاح ممكن يأثر على بقية الأشخاص إذا كانوا بنفس المهجع اللي هم أخذوا اللقاح ست السؤال السؤال جيد على أرض الواقع اللي أخذوا اللقاح من الصعب أن تفصليهم أنه هذولا تم تلقيحهم لأنه هناك معايير تصنيف خاصة لمراكز إصلاح والتأهيل تتعلق بنوع الجرم ومدى خطورة هذا الشخص الموجود قيد مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجب أن يختلط الحابل بالنابل يعني هذولا لهم معاملة خاصة بأن لا يختلطوا ويؤثروا مع الفئات الأخرى التي لا تعد من الأشخاص الخطرين أو ذوي القيود الجرمية أو ذوي الأسبقيات الذين يشكلون أو وجودهم خارج المجتمع يشكل خطر عليهم فالتصنيف ليس أنه تلقى مطعوم ولم يتلقى مطعوم التصنيف يبقى تصنيف لأنه نخضع لمعايير دولية على مستوى العالم كلها ونلتزم بها ونلتزم بها وفقا لقانون مراكز إصلاح والتأهيل في تصنيف النزلاء للحفاظ على النزلاء التي لا يعد من الأشخاص الخطرين أو من اعتادوا ارتكاب الجرام الخطرة في المجتمع فهذا الحق علينا أنه فعلا نحميهم من الفئة الأخرى وهي قليلة للعلم فئة النزلاء الخطرين جدا وجودهم في خارج مراكز إصلاح والتأهيل يشكل فعلا خطرا على السلام العامة وخطرا على المجتمع ترى نسبة بسيطة جدا لا تتجاوز الخمس بالمئة من عدد النزلاء الموجودين عندنا ومسيطرة عليهم سيطرة تامة فوجبنا أن نحمي باقي الفئات من التعرض لمثل هؤلاء الأشخاص لكن بحمد الله الجهتين الفئتين في برامج تأهيلية مستمرة لغاية إصلاحهم ولغاية إخراجهم مندمجين في المجتمع من خلال المؤسسات والوزارات المعنية التي ليست ملقى على فقط مدرية الأمن العام إنما هناك وزارات معنية بمتابعة أحوالهم فيما بعد لذلك هذا التصنيف الخطروز ليس موجود أن هذا مطعم أو غير متلقي لهذا المطعم لكن المتابعة مستمرة إن شاء الله نعم ولكن بدي أكرر النقطة نفسها إذا كانت مجموعة من النزلاء ما أخذوا المطعم سيضروا الناس الذين أخذوا المطعم لازم يكون هناك حل هذا الموضوع إن شاء الله بزيادة العدد الإجمالي لمن تلقى المطعم إن شاء الله خلال الأيام المقبلة القليلة هذه فيه ثلاث ألاف هذه يصبح لدينا خمس ألاف مطعم ستكون النسب مرتفعة وسنستمر يعني ما في تقصير أبدا بالعكس حتى معالي وزير الداخلية متابع لهذا الموضوع والمركز الوطني وتوجيهات عطفة مدير الأمن العام طبعا باستمرار أنه السعي نحو إقناع وتنفيذ المطاعم أو إعطاء المطاعم لأكبر شريحة ممكنة من النزلاء وسنعمل على ذلك إن شاء الله سيكون الرقم إن شاء الله بعد حتى التفاهم النزلاء لهذا الأمر نعم إذن الموضوع يعني مستمر وهذه الحملة مستمرة ولكن يعني حسب البيان الصادر من قبلكم بأنه هذه الحملة مستمرة والتطعيم مستمر حسب الأولويات المتبعة كيف هي الترتيب الأولويات بالنسبة لإعطاء المطاعم للنزلاء بالسجون أخت روز العدد كان بالبداية لما كانت المطاعم فيها محدودية الموجودة يعني وصلت للأردن طلب من سن الخمس وستين فما فوق سن الخمس وستين فما فوق أو ستين فما فوق نعم هي كان عددهم لا يتجاوز المئة وسبعين إلى مئتين نزيل فقط أعطيناهم الأولوي الأولى لما صار يعني توافر المطعوم وبلشت المطاعم تتوافد إلى المملكة وتتلقاها المملكة الأردنية الهشمية مباشرة رفعنا إلى خمسين ثم إلى ربعين ثم إلى ثلاثين وحتى يعني في معانا يعني موافقة أنه حتى لو لعشرين عام لعشرين عام يعني ما في مشكلة بتأمين هذه اللقاحات لذلك إن شاء الله يعني هذه ليست مشكلة اللقاحات موجودة حتى برا المهم هم أن يتوجه الناس وأن يتوجه المواطنين ترى يعني فيه اهتمام من المواطنين برا بهذه اللقاحات وتلقيها بأكبر عدد ممكن يعني الأثر ينعكس إيجابا على النزلاء مراكز الصلاح والتهي لأنه لبنهم يتم توقيفهم هم من المجتمع بيكونوا متلقين للقاح جاهزين يعني بيجونا بدل ما يجينا مصاب بالكورونا بيجينا ماخذ المطعوم يعني الحلقة لا تستطيع دائما يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين هذه الإدارة زي ما ذكرت لك هي جزء من المجتمع والنزلاء جزء من هذا المجتمع ما يحدث في المجتمع خارج المراكز ينعكس من أي ظروف يعني أي ظروف تنعكس على إدارة مراكز الإصلاح والتهي نعم شكرا إذن شكرا جزيلا كان معنا من عمان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العبيد الدكتور عمار لقضاء شكرا جزيلا لك دكتور